نهل عيد شاشة المجد معكم اشياء اللي شدتهم في هالبرنامج لذلك خلوكم معنا واستمتع بالمشاهد اولا هل تعرف برنامج الجويد او لا سبق النمر عليك هالبرنامج او لا سبق عندي الوالد والوالد يتابعونا بعض الاحيان والله نعم ايه اعرفه انا بقول ليك صورة حلو وقل لي اذا سبق انك شفت هذا البرنامج سواء في منصات تواصل او على شاشة التلفزيون او لا الصورة هذه اه 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 عرفت اه سوق انه جدي تابع طيب من تعرف من الاشخاص اللي موجودين في هذا البرنامج اه في شخصتين صراحة دائما تجذبني يعني لبرنامج ابو محمد الحصيني وابو عبد المحسن والله الى اذكر اسماء معينة السلع عبدالله المهيدب عبدالله المهيدب وابو عمر السلامة طيب وش اكثر ما يشدك في هذا البرنامج والله القصص اللي يكون فيها عبر وفيها حكم وفيها دروس المستقبل اه القصص الاولية النصائح والقصص الجميلة اللي نستمتع فيها دائم والله والله اول شي اشكرهم على الجهد اللي يقدمونا في ظهورهم اللي على القناة والله يعطيكم العافية واصلوا شغلكم ومنسينا الوالد والوالدة يعني فالله يعطيكم العافية استمروا والله يقويكم تمنى استمراره صراحة واشكركم جميعا قنوات المجد قنوات هادفة واشكركم على دائما البرامج الجميلة اذا المشاهدين الكرام زي ما شاهدنا وياكم كانت هذه ردات فعل الناس حول برنامج العجويد هذا البرنامج اللي حقق نجاح كبير وباهر واللي كذلك حقق انتشار كبير سواء على شاشة شبكة قنوات المجد او كذلك في منصات التواصل الاجتماعي وعلى الصعيد الشخصي كنت دائما استمتع بمشاهدة مقاطع منوعة لبرنامج العجويد اللي كانت تنتشر في منصات التواصل الاجتماعي فشكرا لفريق العمل في برنامج العجويد وشكرا كذلك لكل من يعمل في برنامج العجويد وزي ما شاهدتوا كانت هذه ردة فعل الناس حول برنامج العجويد شكرا لكم على حسن نطيب المتابعة نلقاكم على خير اشتركوا في القناة